السلام عليكم كديرين لبس عليكم تمنى وتكونوا على خير وبخير ان شاء الله انتم ما كتشوفوا هاد الفيديو كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ما قد نصوب هاد الكوميرات ولا الباقيتات على شكل بيتزا كيف ما كتشوفوا كيجيوا هائلين ورطبين وحشاشين ان شاء الله تحضرهم الفطور رمضان علش الله انها قد نبدأ معاكم ان شاء الله المقادير اول حاجة عندي هنا ايه 400 مليليتر ديال الحليب عندي الضقيق وهدي نحتاج ربعات معلقة الزيت معلقة السكر الملحة على حسب الدوق معلقة الخمارة الخميرة ومعلقة صغيرة ديال الخل ومعلقة صغيرة ديال الخمارة ديال الحلوة هنا هاد ندير هديك الحليب بعد ما دفيتو باش تخمرنا العجينة مطابعة الحال هاد ندير معلقة ديال الخميرة الملحة ندير معلقة السكر اربعات معلقة الزيت ومعلقة صغيرة ديال الخمارة ديال الحلوة سوفينا هندير هديك معلقة صغيرة ديال الخل هاد نخلط هات الشي هكا مزيان مع بعض دياله ومرا هاد ندبقى نضيف الدحين حتى تتجمع لي الخالط يعني العجينة دياله دولي العجينة مجموعة مزيان انا تقريبا انا هزلي تقريبا ان ديك 700 جرام هاك بان 700 سبعمائة وخمسين جرام لي هزت لديال الدخي يعني كيبقى دائما على الدخي كيفاش نوع دياله كيفاش كيكون واش كيشرب واش مهم كتبقى تتجمعوا العجينة حتى تتجمعلكم هانتوما القاوم دياله هو هادا كيما كاد عارفو بانك نديرو العجينة نعجنوها بالحليب كتتجمع كتجي هكا على هاش شكل ماشي قاس حب الزفن ماشي رطبة سوف نغطيها ونخليها تخمر وهنا عندي الحسب اللي غادي نديرها في العمارة عندي واحد شوية داني نحتاج البصلاخ الداري يقصبور ومعد نوس واحدة براعي والفلفلة حمراء وخضراء والكفتاء عنا هاي حسب الخضراء اللي بغيتو هاد ديرو فيها ماشي مشكل بلا ما يكون عندكم هاد شي كامل لي عندي انا سوف في المقلة كندير كل شي را داك شي بايين زع ما كيف ما كنديرو كنديرو كندير الكفتاء والبصلة كنشحروا معكا شوية وكنزيد عندي شوية ديال تحميرة شوية ديال الخرقوم وشوية ديال سكنجبير وهنا عندي هاد هاد الباستا ديال ماشي ديال ما طيش هادي ديال فلفلة فلفلة هادي كتبه عند طواركا فلحوين ديال طواركا غير حضي ونهار اخور فاش تبغيوا تشريوها را عندهم حتى الحارة الحارة والحلوة يعني دائما نخصكم تسولوه لاحقاش مكتوبة عليها بالتوركية ما كده ما كنعرفوهاش سمية دياله كيفاش واش كتكون حارة ولا لا هنا كنحتاج هاد ما طيش هادي وغادي نديرها في المقلاة ندير عليها واحد راس ثومة هالطريقة هادي زوينة لما كانتش عندكم ما طيشة مصوبة في الدار نصوبوها حتى البيتزا كندير عليها شوية زعتر والزيت وكنقليها كوح شوية كدعطي واحد نسمى في الدار واحد تريحة طلعة زوينة بحل ما طيشة ديال ايطاليان بني كنديروها اللي كديرو في بيتزا هانتو ما كيف ما كدجي كدجي واحد نسمى فيها رائعة سوف يكون هن كنديرها هاكا كندهن بها بيتزا ديالي فاش ما كنكونش عندي ما طيشة في الدار اللي غادي مصوبة على اليد كنحتى كندير لها هالطريقة هادي العجينة ديالي بعد ما خمرت هانتو ما كيف ما كمشته هادي نجمع هاكا ونفشها شوية من الخميرة هن كندير هكا واحدة ورق الفران ولا ورق الزبدة هكا لا صافاش غادي نخدم سوف يمكن قطع القياس اللي بغيت ندير هن أنا غادي ندير ثلاثة غادي نديرو على ثلاثة غادي ندير ثلاثة كبار هن كلكم نديرو ربعه صغر ربعه صغر يجيو حسن تاوش حال ما كانوا صغارين كيجيو حسن سوف يوك نطلق العجينة ديالي كنسرحها مزيان هكا تكون رقيقة بحل بحلا غادي نصوبوا ببيتزا هانتم كيف ما كتشوفوا سرحتها كاملة كيف ما كيبه لكم ونجيبها كاديك العمارة ديال الكفتة ونسرحها ونسرحتها هي على الوجهة ديال العجينة سوف يوك ما كدلكم ساهل وكا تجي زوينة كدجي لديدة بزاف عادي تجربوها ان شاء الله وتبقوا تساوبوها ديال واليداتكم سوف يوك ندير هكا الفرماج على حسب الدوق بغيتو تديروه ديروه ما بغيتوش ما تديروش هو لكن كيجي زوين غي ديروه سوف يوك نجمع هكا الجناب هكا ساهلا العجينة زوينا الخدمة ما كدلصق موالو ما كدعدبش في الخدمة سوف يوك نبقى الرولي كنبقى هكا نرولي حتى كنكملها تل تل الاخير هانتما فش نحطها على هد الورق هادا كدجينة ساهلة للخدمة سوف يوك نبقى نقرص هدك العجينة كنقرصها مزيان هكا بيدي باش كيتشد ديك العجينة ما كدبقاش محلوله سوف يوك نقلبها على ديك الجهة اللي ديال هادا اللي قرصت هكا بيدي يعني ديك الفتحة نرجعها من التحت سوف يوك نحطها كافة نياد الفران هادا كيجيو الماداق ديالو محسن من من بيتزا هنا العمارة اللي بقات ليزدع لها واحد شوية زيتون على حساب يلا بغيتو تزيدو هرات كيجيتا هو زوين سوف يوك نكمل بنفس طريقة سوف يوك نجيب واحدة بيضة هكا كنخلطا مزين وكندهن بيها هادا الكوميرات وهناك نجيب واحدة الموس وكننر فليحات هكا صغار غي صغار ما نديروش فليحات كبار لحقاش هدبقا تخرج لنا هاداك العمارة وصافيك ندير هكا شوية الفرماج من الفوق هنا عندي شوية المعدنوس مقطع عادي نزين بيحتاج هكا من الفوق وهادي التالتة عادي ندهنها هكا بالبيض وما غاديش ندير له الفرماج عادي نجيب عادي نجيب هادي كحبة السوداء يمكن لكم ديرون احتاج جنجلان ولكن هادا حبة السوداء سبحالله كده عطينا واحد للمادق هادي يجد المادق دياله جام خالف على المادق اللي يدرت عليهم غير الفرماج ها انتم كما كتشوفوا بعد ما خرجت من الفران كي يجيو تبارك الله مقارمشين ومدهبين وفي نفس الوقت رطبين هشاش ماشي قاسحين ولا زمان الماكلة دياله لا يجيوش فيها لا يجيوش في المكلام زيانين ولكن يعني من عندي قارنطي جربوهم ان شاء الله مياه في المياه يعجبوكم غير ما تديروش الحشواء قليلة يعني العمارة ديرو العمارة ما تكونش قليلة تكون زعمة العمارة كافية باش ما يجيوش خوين من الداخل كي يجيو زوينين ها انتم هادي هادي اللي درت بالزيتون هادي اللي فيها الزيتون ها انتم كيف كتجي؟ serجون طوحة و رطبة وهادي اللي درت عادية لزيتون انا جゃ شبه كفة تقطعه هاديه بقيف mothers هذه الفلاحة التي تقوم بها في الأول عندما تقوم بتقطيعها تقوم بتزوينها ها انتم كيف تقوم بتزوينها هذه التي تقوم بتزوينها تقوم بتزوينها تبارك الله تزوينها وبالصحة والرحة وان شاء الله تجربوهم في طابلة الفطور ديكم ورمضان مبارك وتقوم بتزوينها اذا انتم ماشتو كي يجيو الصورة عاطية زمان كل شي كي يبن في الفيديو هنا قد نهدت هذه الخرية بعد وجدت جتع لها تشكل اللي درت لها ديك حبة السودا وانا غدي نقول لكم شكرا عم مشاهدة ومع السلامة